تسموا فينا وينما كنتوا موجودين تصلكم الافريقونس امتاعنا وكل عادة في لقيت اذا يجي بحدينا زمينا فاضل العريبي نحكيو سبور صباح الورد نهاركم زيني نهارك زيني يا سيدي صفاء لباس؟ صحة اليونيتسا اعتيك الصحة يا عيشك عيش خوي عيش والله فمات قل باش نبدأ نبدأ بالكلوب افريكان نبدأ بالندي الافريقيا الانتصار والانتظار في المسابقات الافريقية صحيح تلكلوب اليوم تكاور ما ساعتين في اولمبي رادس ضد الاسماعيلي المصري علش الانتصار والانتظار لانو نادي الافريقي للأسف حتى في صورة انتصاره باش يقعد يستنع رجلتهم بارليل يعني نتيجة مباراة نادي شاب لقسنطينة والتيبي مازنبي باش تتلعب في لومبوباتشي منجمو نقولو فم امل لكن امل ضعيف شوي لانو نعرفو تيبي مازنبي والاجواء غادي وشورتو ملعب لومبوباتشي صعيب انو فريق ينجم يخرج متعادل ولا منتصر ولا منتصر على مازنبي باش يرتونو نادي شاب لقسنطينة مهوش معدوش اتدافع انو لازمو ينتصر يعني لو نادي علش مرة الاخرى قلنا وش خص كان النادي الفريقي ربحة اثنين ربحة اثنين ولي وقتها ما صيرها بديها لكن فاما امل الامل موجود اه تعلمنا في الفوتوبول كل شي ممكن فاما حد شي مستحيل لكن الاهم انو النادي الافريقي هي قلع ترحو بلغة الكوره ينتصر يفوز يعمل بيه يشيخ جماهيرو جماهيرو اللي باش يكون حاضره نتصور انا الاربعين الف باش يكون لاربعين الف كروبيوست باش يكونوا حاضرين كيم عودونا النادي الأفريقي نعودها ونقولها وبرشة مرات قلتها الإسانسيال راهو مش الموسم هدايا مش الأهداف الرياضية الإسانسيال أنه تجاوز الأزمات متع العام هذا تجاوز الأزمات دي جاء فم أزمة جديدة مع نادي العلمة مع أبراهيم الشنيحي بكلوب باش تكون مطالبة بدفع تقريبا مليار وثلاثمائة مليون في أجل من هنا الأسبوع يعني فهمت دونك النادي الأفريقي كي تشوف البركور متاعه باستثناء مباراة مازنبي في لومبوباتشي عمل البركور به رغم أن يخسر معناه يشاهده في لقسانتينة في أولمبيسوس لكن الناس اللي تتفكر مباراة هذيك الكلوب قدم أو عمل مباراة هايلا وياسين وضعت البينالتي وضيع البونتولول والثاني والثالث مش هدف واحد بعض على كونتراتاك تخسر عمل دي بلاسمان في مصر ضد الإسماعيلي ممتاز وممتاز برشا دي بلاسمان في تزاير وجاب التروى مباراة مازنبي هوني في رادس رغم الظروف اللي صارت فيها رغم الهزيمة الكبيرة في الماتش لالي لكن فروتور شد روحه النادي الفريقي مع زفونكا كيف كيف تحسن ريناه فريق دخلت فيه الروح النادي الفريقي كان ما احتراماتنا دي مع الشهاب الليلي لكن هوني تشوف الفرق بين زفونكا وبين الشهاب الليلي النادي الفريقي تحسن النادي الفريقي خاصة من ناحية دفاعية ومع عودة أيمن المثلوثي أيمن المثلوثي اللي رجع للمنتخب الوطني التونسي بعد 4-5 مباريات مع نادي الفريقي وهوني تشوف قيمة أيمن المثلوثي يعني تصور انت لو كان البلبولي ما تضربش ولا ما صارتلوش المشاكل مع هيئة النادي الفريقي في البداية الموسم ممكن يسر كان يكون حل تتبدل معطيات اخرى وقتا لا يكون حل نادي الفريقي افضل ايمال قريتوسا معنا شوف المشاكل المادية والمشاكل الرياضية وتغيير المدربين والمركات الصيفية الفاشل والمنع من الانتدابات في المركات الشتوي والمركات تعصيف الجيين لكن النادي الافريقي مرهون كان في بونتو معناه نقوله زوز بليش يعني ديجا سبورتيب ما معناه الكلوب ماش يعني بالسوق هذاك وان شاء الله ان شاء الله اليوم ساعة تربح ضد الاسماعيلي وان شاء الله نستنى وخبر مزيان من لومبوباتش علش لا ان شاء الله بايه بالنسبة الفرضيات اللي موجود يا ما تعادل وإلا انتصار نادي الشباب القسنطين تعرف خطر حسب القوانين متع الكاب في القولة في راج النادي الفريقي يعني الهداف المتفاعل مقبولة عنده براتيكمون مو سنك معناه سديجا معناها ما نجموش كانش سيناريو مجنون مهبول انو ما زنبي يفوز ثمانية ولا تسعة على النادي شاب القسنطينة ولهذه فرضية معناها ما نحبش نحكيها خطر لانو شوية وهمية فهمت ان شاء الله نستنى واحنا الناتاج متاع اللي بايش تكون فيها المباريات وبعدي كننجمونا نحكيو اكثر برغم اللي كلوب افريكانت نجم منحكيو على جامعية كي ما قلت انتي بالسوق اذية بالازمات بكل شيء مرهونا في بونت واحد مرهونا في بونت مرهونا في بونت العيفة وفخر الدين الجزيري في المحور في وسط الميدان غازي العيادي ويسام يحيى رودريق كوسي وفلتاك المنوبي الحديد ياسين الشماخي وباسيرو كونباوري باسيرو كونباوري اللي كيف كيف زادا كنا حكينا على المثلوتي لازم نعطيه حقه سيد هدايا لانو مقارنة بالمهاجمين اه مقارنة بساس راكو خلينا نكون واضحين اللي هو كان مع جوزيري كان هو الاساسي زادا مع شهاب الليلي يعني فما فرق يعني من ناحية التمركز من ناحية آآ كيف كيف آآ العمل من ناحية المجهود يقلق اللاكس يعني مقارنة بسراحة بساس راكو لا علاقة لانو ممكن آآ ما احترامتي ليه لكن ما نجمش يكون آآ مهاجم وفي قيمة فريق نادي الافريقي وفي قيمة بطولة تونسي واضح بالتوفيق للكلوب افريكان دونك الماتش ابرتير من ماضي ساعتين بداية من ما ساعتين في اولمبي رادس اربعين الف اولمبي رادس باش يكونوا حاضرين احنا بنسبة راديو ميت باش يكون ديما كالعادة في قلب الحدث وتابعوا آآ نجمو نقولوا كل ما تتغير النتيجة مع امل في العشوية باش يكون امين اهلال آآ مباشرة آآ من اولمبي رادس نمشو لأوروبا نمشو للترجي صاح كيف للترجي للترجي اللي آآ مشيت آآ لزيمبابوي نجمو نقولوا بالفريق آآ الثاني وعين شعبان يبقى كيف كيف في تونس مجد تراوي المدرب المساعد هو اللي يتحول مع الفريق آآ هوني قيمته ترجي انه آآ في المواعيد الكبرى يكون حاضر في الوقت اللي يلازموا آآ يحسم الصدارة يحسمها صدارة الدجا في آآ معنى كي تشوف الاستاتيستيك في تونس سجل ست اهداف ومقبل حتى اهداف ثلاث معنى تسع نقاط لمدهم مخسرش كيف كيف آآ عن دي بلاسمان تعادل مع حوريا كونكري وتعادل مع نجمو وهذه التعادل المهم ضد الرندو بايراتس الجنوب افريقي لانه مساهل المباراة كانت هوني الترجي آآ نجمو قولو يربح آآ بوياج يربح تنقل يرتح جواريته بعد سورته بعد مباراة صعيبة كانت في يصل اسبوع ضد السي اس اس معنى الترجي يضرب عصفرين بحجر يعمق الفارق في البطولة ويصبح فارق وبين وبين نادي اسفرق سستة نقاط وفي نفس الوقت يلقى روحو ضامن الصدارة منذ جول الفارتة دونك الترجي براتيكمون باللي كيب آآ الثانية بش يكور اليوم وعزبان شريفية بش يكون آآ في الكاج ايهاب المباركي علي مين حسين الربيع علي سار ايمن محمود وعلي المشاني هما اللي في المحور في وسط الميدان محمد امين المسكيني رائد الفادع محمد علي برمضان وفي الاتاك بيلال المجري الطيب المزييني وجينيور لوكوزا يعني كيتشوف انقولو هذي اتشكيلة ثانية للترجي تشوف ايهاب المباركي ناس كل تعرف امكانيات حسين الربيع كان شارك حتى في الفينان تعتشامبيانز ديق الموسم الفارد محمد امين المسكيني سيليكسيوني في الكيب اولمبيك معز بن شريفية خبرة وخبرة كبيرة الطيب المزييني الناس كل تعرف الامكانيات وريناك يلعب مباراة الدرب يوخذها الفرصة مشنو عندو الجينيور لوكوزا في القيمة الموسعة متاع المنتخب النيجيري هذيها دوزيمي كيب يعني معنى تتصور معنى عناصر التهرجي دوزيمي كيب معنى بالنبوه ذايا بالنبوه ذايا واللي نحكيه على راحة كبيرة حتى للكيب اه معنى المباراة مسعتين ونجموا راهم يمشيوا ويجيبوا طرحهم راهم يعني ماش هم ابرتو شي لعبوا على شعار وعلى فريق عمرهم مية عام يعني مفهماش الاساس هال ما نصورش انو باش يكون اساس هال بالعكس هو تحدي لهم لانو اللي باش يبرس وتعرف البلايز غالين ولو في تشكيلة التراجي وكيف كيف تحدي المجدية التراوية اللي باش يقود هو المباراة ومعين الشعباني بقى في تونس هو بقيت الملعبية الاساسية واضح بداية من المساعتين بداية من المساعتين نادي الافريقي مع الاسماعيل المصري والتراجي ضد بلاتينيوم الزنبابو واضح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح بتبعى الانديتنا التنصية في المسابقات الافريقية تحاليل لقرأة رابط الابطال الاوروبية البارح صارت ربع نهي ما متلقيناش الشوك اللي نستنوا فيه الناس كلام يا واحد منا ب dummy barca مشستر سيتي ييفي انا بارسا مشستر سيتي G muitير جديده لانو غورديولا لبعد مخرج من برسا واجه البارسا مع بايير وواجه البرسا مع مشستر سيتي ممكن ماش اجديه برشا لكن القرعة اعطتنا جاكس مع اليوفي ظهر لمباراة نوستلجيسة لانو اخر لقب بتحصل لليوفي كان ضد جاكس امستردام وناس كل تعرفوا العراق انت جاكس امستردام واليوفي كنرجعوا اكثر من 20 سنة براتيك مو 23 او 24 عام يعني صحيح الموازين تبدل التو لكن كيف كيف مباراة فيها نوستلجي مباراة فيها روفانش لكريستيانو رونالدو نعرف كريستيانو رونالدو كل ما يصير عنده تحدي شخصي يتبدل رونالدو ورونالدو يكسب التحدي لانو لا جاكسية لخرج سريال مدريد ساع انو كريستيانو رونالدو اذا يقدم مستوى العادة واهل اليوفي بش يكون اميساج ان ديريكتو مو الفلورونتينو بيريس وتعرف خروج رونالدو التو واجع يعني من ريال مدريد وناس كل تعرف اللي رونالدو التو يعاني ومن تبعاته تجاه ريال مدريد اتعاني ورونالدو ما هضموش بلغة الكرة ما قبلوش يعني اللي انو حس بالتهميش في فترة ما من فلورونتينو بيريس خطر يشوف يروحه اللي هو الملعبي والرجل الاول اللي قاد الريال ثلاثة شامبيانز ليج شوكشي سيف اربعة شامبيانز ليج في خمسة سنين وهذا واقع وهو اللي حارب بارسا غوارديولا ما هو السهل يعني لانو كريستيانو رونالدو وقت اللي يجال للليقة جال البطولة الاسبانية واجه راهو ممكن يسر افضل فريقة في تاريخ كرة القدم اللي هو بارسا غوارديولا وشكون يربح بارسا غوارديولا ايمال كريستيانو رونالدو هز عليهم بطولة وشرتوه حتى في الكلاسيكو اللي صارو طوا من غير معاتك كريستيانو تحس فما حاجة ناقصة لكن في المبارات من ناحية الجودة اليوفي افضل من ناحية الاسماء اليوفي افضل من ناحية الخبرة اليوفي افضل من ناحية المدرب اليوفي افضل انها في ملعبها مهاش اه ما تكونش اه يعني اه ليبر ما تكونش اه يعني تلعب عندها شوية ضغط يعني بلغة الكورة اه برسيان شوية دونك اليوفي انا جميع ياخد بايو ملالي لكن اتعلمنا اللي كتاخو بايك في اللالي مع جاكس كتصير الريمونتادة ما يعنيش انك ترشحت الاقرب هو اليوفي باش يترشح ذايا على الميدان على الورق يعني لكن على الميدان فما حاجات اخرين اه رينا جاكسا مستردام الموسم هذي اه في دور المجموعات مع بايير عمل بريستيان بايير مع ريال مادريد ريمونتادة اكسيبسيونيل اه دونك اه صحيح نقنج مقوله سبعين لليوفي ثلاثين لجاكس واضح المقابلة الثانية ليفر بول بورتو ممكن هذي اسهل مباراة يعني كتشوف على الورق اه بورتو صحيح ترشح الربع نهائي بورتو صحيح اسم كبير في اوروبا عملاق في البرتغال هايس شامبيونز ليج ديجا هايس شامبيونز ليج اخر شامبيونز ليج مع مورينو جوكروة 2004 2004 مع مورينو كونتر مونكو لكن اه ليفر بول بالاسامي اللي عنده بساديو مانيه انفورم محمد صلاح فيرمينو اه داخلين في الريتم لكن اه هذا ما يعنيش انه ليفر بول اه ساي ترشح لانه لو ملعبيت اه ليفر بول حطو في مخاخم هوني انه مساي ترشحوا بورتو باش يقلهم برشة مشاكل ممكن الحاجة اللي ترجح كيف اه كفة ليفر بول اكثر لماذا؟ لانه بورتو براتيك ما في المباريات الكبار سناك في و اللي حطه في البطولة البرتغالية يقبل اهداف ونعرفوا انه اه هجوم ليفر بول مانيه صلاح فيرمينو اذا يلقى المساحات واذا يلقى الواحد ممكن اه يعمل اه يعمل شو يعني اه وكل ما تتوفر الفرصة حتى نشوفها في البطولة الانجليزية مركوب ثلاثة اربع دون كوني ممكن يسر التحدي البورتو اهو عدم قبول الاهداف اذا بورتو يعرف كمنظومة دفاعية ما نقولش خط دفاع يعنو مكش تدافع باربع كهو ولا بحارس مرم بش تدافع منظومة دفاعية لو المنظومة الدفاعية متاع بورتو الدافع عمليح مع حارس خبرة كيما ايكر كاسياس وقلب دفاع البرتغالي يلي كان يلعب في ريال مدريد بي 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 دونك هوني تولي المباراة متكافة شوي ولو انو نشك انو المنظومة الدفاعية متاع بورتو تنجم تاقف في وجه ليفربول سرتو مع مع تات تريو اه فرمينو سلاحو اه وساني دونك قاعدين يتعديو اه فترة كبيرة باشا سرتو اه ساني في البطولة الانجليزية اه نمشيو المانشستر سيتي مانشستر سيتي توتنهام دي ما يخلق مشاكل اه المانشستر سيتي يشيرتو لجوارديو الاول هزيمة لجوارديولا في الانجليز كانت ضد توتنهام اه توتنهام اه فريق اه اه ضامن براتيك مو مركز في الاربعة الولاني يعني معندو الضغط روزنام عكس مانشستر سيتي اللي يلعب الفي كاب يلعب اه كاس الرابطة يلعب اه البطولة وان بلوس اتشامبينز ليج يعني تصور معنا يلعب على ربعة وجهات اه دونك هوني باش يكون فهمة ضغط اه ذهني كبير باش يكون اه ريتم انفرنال عندو براتيك مو ميرتحوش هذي هو تحدي اه نعرفوا الانجليز في بعضهم عودونا انهم اه اللعبة محلولة اللعبة مفتوحة اه دونك اه سيتي باش يستقبل توتنهام هو فعلا ملعبو اه الهدف الاكسرير نعرفوها بدمو اه دفاع مانشستر سيتي صحيح اه مانشستر سيتي عملاق ولكن كيتقارن الكاليتي معنى نوعيه اللعب والا الريتم متاع مانشستر سيتي في البطولة الانجليزية ومانشستر سيتي في الابطال مختلف لانو مانشستر سيتي سنة في الابطال اليون خلقنو مشاكل الشالكة خلقنو مشاكل فلالي يعني دونك توتنهام هوني يظهر لي اكثر مبارات متكافأة ولو انو الكفة اه عند السيتي اكثر وهوني الضغط عليش نقوله الضغط لانو اه لانو اذا السيتي يترشح على توتنهام فهي حاجة عادية اه معنى يقولك السيتي افضل على الورق لكن اذا ستنهام يترشح على السيتي اه يقولك واه اه بوكيتينو عمل لكس بلواء طايح غورديولا دونك اه تعودنا على مانشستر سيتي في اوروبا كل ما يكون هو مطالب ولا هو على الورق مرشح باش يتعدى ما يتعدش واضح اه نختمو باخر مقابلة برشلونة مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد زوز اسامي كبار يعني كيتشوف براتيكمو زوز عمالقة لكن مانشستر الفين وتسعتاش موش مانشستر الايام الخوالي موش مانشستر السير اليكس فرغيسون من بين المفرقات زادة انه اولي سورجايير مدرب اه مانشستر يونايتد الانجليزي عنده ذكرة ممتازة في ملعب الكامب نونس كل تتفكر فينال تسعة وتسعين كونتر الباييرن البايير رابحة براتيكمو حتى لدقيقة تسعين واحدة بليش؟ من الوقت هوليت حكاية لدقيقة تسعين ايه مانشستر الباييرن فرغيسون يدخل اولي سورجايير اه تشيرينجامي عدل وهو يسجل بونتو الربح بوع اليوم في الكونفيرنس دي بريس سألوه لانه اليونيتد عنده مباراة ضد ويلفر هامتون في الفاي كاب قالوا له الكامب نو هدف في الكامب نو عام تسعين قال صحيح قال لكن المباراة ماش في الكامب نو المباراة الذهاب يشتلعب في الورترافورت ولازم مانشستر يونايتد ما يخسرش المان يونايتد اذا يحب يوجع البرصة ولا اذا يحب يقلق البرصة فانه لازمو حتى ينتصر فرق هدف لانه برشلونة صحيح على الرق افضل الرغبة عندهم الرغبة عندهم الخبرة عندهم ليونيل ميسي اللي هو دجا انفاكتور واحده معناها اضافي للبرشلونة لكن البرصة سنة تعاني من الفرق اللي يعمل الهجومات المعاكس دونك اذا مانشستر يونايتد في الذهاب يقدر حتى يفوس حتى زوز بواحدة فانه باش يقلق البرصة مليح لانه عنده الاسلح عنده راشفورد عنده مارسيال عنده كيف كيف لوكاكو ونوعية متاع الملعبية متاع لوكاكو اللي يتميزوا بالقوة الجسمانية وسرعة راشفورد تاريخيا نجمو نقوله في البرصة الحديث دي ما يقلقوه ودفاع البرصة نعرفوه ماهوش الدفاع العالمي ولكن اذا البرصة نجمو نقوله يروح بانتصار ملول ترافورد المباراة تنتهد لان المباراة في الكامب نو والبرصة موش مستعجل فهو قادر مش تولي وقتها نيه البرصة ينجمع عرض مسرحي مش حتى عرض مسرحي لكن باش يقدر لك باش يعمل نسبة تحكم في الكورة سبعين ولا ثمانية بالمئة يعني يعني براتيكمان ستين دقيقة ولا خمسة ستين دقيقة الكورة عنده يعني دكا وواضح هوني دونك ومانشستر برصة البرصة اقرب لكن فما زادة انو الفيز بين جاك سوليوفي باش يوازح السيتي وقلتو تنهى والفايز بليفر بورتو باش يلاقي الربح بين مانشستر والبرصة. واضح. اه قبل ما نختم معك فاضل نرجع للريال مدريد وعودت زيدان. عودت زيدان. بصراحة عودة مفاشة. اه. حيح. اه. لانو اذا انت راجع. عليش خرجت في الصيف. هوني اه ممكن يسر زيدان. افكام بتاع زيدان اللي شوفناه عالملعب. نعودوا نشوفوه كم مدرب. زيدان اه نتفكروا ناس كل وقتها انسى اه على الاعتزال الدولي مع المنتخب الفرنسي فالفين وخمسة. ورجع. رجع. في كوب دو موند الفين وست. رجع رشحهم كوب دو موند ووصلهم في نالة. وكان اه. بسيق واحدة يلاعب. اي. وكان ادو باش يهز هو. تيتر. الشيز هو تيتر. وديجاه في الترنوار هذيك. يعني نسخة متاع بطول تعالم الفين وستة في المانيا. يخذه هو افضل اعلاء. اه. دونك زيدان دي ما عودنا بك الانسحاب ثكي. والعودة ثكي. لكن ممكن نجمه نقرأ انه كان فما مشاكل بينه بين فلورنتينو بيريز. اه. ممكن. اه. لانه حسب الصحافة الاسبانية يقول لك. اه زيدان كان متمسك انه رونالدو ما يخرش. ويخرج جيجارت بيل. عكس فلورنتينو بيريز. ظهر لي هذية. نجمه قولوان ديركتمون. اللي اه زين الدين زيدان. ربح فلورنتينو بيريز. وفلورنتينو. حسب اه. للصحافة وحسب صحيفة الاس. والماركة اللي هو مقرأ برشة مريال مادريد. باش حط لف مئة مليون جنيه هسترلين. يعني تقريبا مليار اه دينار يعني. برشة فلوسة. برشة فلوسة. حصلوا بالضبط. مع بيعان برشة جواريت باش تتبيع فالريال. بالضبط تسعمائة واثنين وسبعين اه مليار اه كيك يعني لو عرفت نحسب. دونك ميزانية ضخمة. تسعمائة واثنين وسبعين مليار. صحيح. تسعمائة واثنين وسبعين مليار. بفلوس نحن مع معناهم. تنجمه تنجم تشربهم نايمار برك. لكن اه. اه حلم زيدان هو مبابي. وكانتي. هذو موزوز. يعني حلم زيدان. ولو مرة اخرى نجمه نقوله خيبة امل لدي نازار. دي نازار اللي اعلن قدش مرة انه حاب يمشي اه للريال. ما حابش جادة عقده مع تشلسي. لكن حسب اه اه اخر الاخبار فانه زيدان يحلم مبابي وكانتي. زوز مواطنين فرنسوين. اه معناه كيف كيف. وكيف كيف الاهم. انهم زوز ملعبية على مستوى عالي وعالي جدا. يعني تصور اه كانتي في روست. ومبابي القدام. مع اسنسيو اللي كان اخذها نجمه يقوله اه اه جناح اخر يعني مع زيندين زيدان. عكس لوبيتيك وعكس سولاري. اه كيف كيف اه فينيسيو جونيور باش ياخذ حظه مع زيندين زيدان. وهوني فما برشة اخبار تقول اللي هذاي باش يكون الموسم الاخير اللي جارت باين مع ريال مدريد. والموسم الاخير لي مارسلو مع ريال مدريد. او على الاغلب مارسلو باش يمشي لليوفي. اه ويخلط على كريستانو رونالدو. واضح. والحظ السعيد بتبع كل عادة البنزيمة اللي ما زال بش يقعد في الريال مدام زيدان رجع للريال. لا كريم بنزيمة كيف يش يقوله. عوضة ما اروصل للريال سهي. امه دعيت له بالخير يعني. وقلنا سنين بش يخرج يخي رج زيدان بش يشد الريال. بش يقعد بنزيمة. هو زيدان قدش مرة يصرح يقول لك بنزيمة افضل مهاجم في العالم. واضح. شكرا لك. رغم اليوموش افضل مهاجم في العالم. شكرا لك فاضل العريبي شكرا لك. بتبعه. نجم التابع اخبارنا لكل على الباش فيسبوك ارديو ميت تونيزيا شوية. خلنا عندكم الموعد مع الاخبار العشرة متاع الصباح. وراجعين معكم في الويكاند صغيرك في عينيك مش تلقوها بعد الاخبار.